طبعاً كلنا عارفين اللي حصل في الصعاد الصغير بيرك البلاك كوميدي في حوار صعاد الصغير ان هو قبل ما يرجع من مطار الكهارة عمل ريل في أمريكا ان هو تقريباً أنا في الأول في الريل ده لان افتكرته لأول ان الزابط الأمريكي بيكلبشه فعلاً او هو تقريباً يعني الزابط بيقولك بطاقتك والكلام ده فده اللي حصل معه بعد كده في الأخير حط صورة في الريل لان هم بيهزروا مع بعض حاجة زي كده البلاك كوميدي بقى ان نسعد الزوار وهو راجع من المطار اتقفش بمرجوانا المرجوانا دي اللي ما عرفهاش دي الحشيش اللويد الطبيعي غير الحشيش اللي في مصر اللي هو اللي بقى الحنة اللي احنا بنشربها دي الحنة اللي هما بنشربوها مش الحنة اللي بتتعلم العجينة دي فالمرجوانا هو اتقفش بمرجوانا وتعرض عن نيابة والنيابة امرت بحبسه أربع تيام ارداد بقى ان هما النهاردة خدوه مصلحة الطب الشرعة عشان يحلل وعشان يتاكدوا من تعطيل المخد المرجوانا فـ تبتكر واهبشرة white لما راه سور معكم فكرة اي تنظر ما هي اقداركم من افواهكم اف seront تتابعöh ان دي حصلت بعدها دي ايما احادي يعراف السيري دي في حاجة اسمها من اقداركم من افواهكم هاكم. يعني انت كل ما تبشر بحاجة كل ما حاجة هتحصل لك. آآ عصام صاصة. لا الشاب في السجن دلوقتي المغني الشعبي. هو عصام صاصة. عصام صاصة? هو كان قبلها عامل اغنية ان هو في السجن. بجد? ايو اغنية. انا لقيتها اه تلعت قدامي شيرت كزا مرة بس ما كنتش مجمع ان هي حاجة جديدة او ان هو لسه عاملها قبل. اهو عاملة من هنا وحصلت الحادثة لما اما خبط اه الامين الشرطة التقريب. لا امين الشرطة ده انت عز مالك. خبط تقريبا حد على طريق السحر هو ساكران او هو مخور. آآ يعني اقدراكم نقفهاكم. فنخلب بالنا من الحتة دي. يعني ما يفضلش نبشر على بعض. رابب جد. بس هي فكرة انه ناس كتير آآ عمالات تتكلم على الموضوع ده من مبارح انه تل ما بنفهمش لما يكون نجم او حد عليه الاضواء. ويتجرأ اياه من حاجة زي دي. اللي هو انت اكيد حارف ان ده ممنوع او ان ده جدول. فجرأ هنا جت من ايام. مش اول مرة اه اسمه ايه? من شالبي. بيوصلوا لدرجة الجرأة دا انت. عليك الدوق مش بس النهور يعني غالبا هيتركز معاك في المطار او يعني. وغير كده يعني مسلا في امريكا وربا في نوع من الشوكولات نوع من الحلاوة بيقى فيه الحاجات دي. انت لو جاي بي. ايه حاجات ليجل هناك. لو انت جاي بيها اشتا ممكن تتقبل. يعني الشوكولات اللي هي بالويسكي بالويني. ده تمام عشان انت الالكوحل عندك مش مش اللي يجل. مرجوانا صرف يعني حسب. يا بشا ما فاش كلام. او يعني هو تقريبا الكيف في مصر ما عجبوش في قال لك لأ خلاص بقى. حاجة من ديفة كده امريكانية. بس نيجل حق هو ده اصلا الويدي الحقيقي. يعني اللي بيحصل في مصر ده مجرب تركيبة كده حنة على برسول على برشام على كتامينة على حوارك كده كده. الله. الله. المرجوانا دي هي الحش الحقيقي. محمد بيقول انا فنان ما حدش هيركز معي بالعكس. يعني اه ولأ اللي هو يعني ممكن يبقى مقتنع ان هو هيعدي. اه مسأل فول يا فنان. ممكن كان عنده وسطة بس مجاتش. صح برضو صح كان عامل حسابه على حاجة ومش ده اللي حصل. الموضوع فيه سندرق كتير بس هو خلصت حبس وخطر بعض ايام. والنهارده بقى التوب بالشرع هيزبط هو كان بيطعطى ولا لأ بس هو اكيد مش يطعطى هو جامل طيورة يعني. اه بس هو كده 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 الكمية يعني تقريبا مش عارفة تسعة ولا عشر ابوات ليكود بتاع الفيب ده. مش عارفين صراحا مربع فقط. فهتبقى في كل احوال حيازة اظن حتى لهو مش متعاطي. فانهو داخل بمادة مخدرة ممنوعة في البلد. فكل احوال هي قضية كبيرة يعني. بس ايه تقريبا منا شربي مخدتش حاجة. خدت سنة مع كفو التنفيذ? مش فاكرة تفاصيل القضية بتاعتها ايه. ايه لو حد فاكر برضو التفاصيل دي منا شربي كانت من فترة تقريبا سنتين. اتمسكت في المطار. كان حاجات اه كانت شروز وشرف ايه حاجات. كان مصصات وحلاوة وشوكليت. كان الحاجات دي كلها بالمرجوانة وتقفشت في المطار. وتقريبا خدت السنة مع كفو التنفيذ. تعريبا والنقابات دخلت وحاجات كده كده كده. موضوع برضو كان مسمع اوي وقتها. منار بتقول لنا هيتوجب معاه في المطار. صح الخير يا منار اولا. تعالي بقى. ومحمد بيرد عليها هو توجب خلاص. غالبا اه. غالبا اه. في المطرشم. ايه ما طارش. اسمك. اسمك لزيز اوي ما طارش. اولا على الله. هو بيتكلم عن حادثة منا شاربي ان هو حصل تعطيب ومحدش عارف ما صارها. هو تقريبا خدت السنة مع كفو التنفيذ. ما كانتش تعطيب اوي انا كنت حاسة الناس كلاك بتتكلم في كل سوقتها. بكل تفاصيل. هو ممكن انا بيتكلم عالحكم. كدبي. فهو برضو الموضوع. مصطفى بيقول لك ما تقارنش منا شاربي بساعد السؤال. هو تريد مصطفى بيكررش على منا شاربي. بس ده اكبر منك يا مصطفى. شو بحد في سنك. ايضا انت تعرف مصطفى? ده مش مصطفى مصطفى. مصطفى توهمي. اه لا. مصطفى صدقنا. في حد بيقول لنا اكيد كان في شايد الاسمين. في موضوع منا شاربي يعني اعتقد ممكن. نتحفظ انه ونعرفش. اه. في. هارلو. تفتكر كان ناوي يعمل بيهم ايه? ناوي يبين بالدماج طبعا يعني. دول تسع يعني مش كي. انا معرفش الليكوت بيقض قد ايه بتاع الفيب. بقى ما عرفش انا مش شربش الصراحة صجاير. تسع هتفتكر كتير ولا قليلين? شعر لو حد بيشرب فيبي قول لنا. تسع الليكوتس دول كتير ولا قليلين? كتير. تفتكر عشان هو بيحطوا قليلين في كل مرة صح? اه. ده بيضب بيسقسة الاطماية. فده هيعيش معه. طب كانت واحدة كفاية. انا ستيسي بتقول لنا جود موينينج جود موينينج. في حد بيولي انا تهاصة. انا بكراش عليكي. او اكيد عليكي. ليه اكيد. او عليكي. او عليكي. او كي. فيها يات. او كي. اصلاحات الناس بتكتب عليك. كيف عليها كسرة. وصفة بيقول لك تقريب ان الاجراءات مع منا ما كانتش مظبوطة فخرجت عادي. او اوقات دي بتبقى صغرة في الموضوع اللي هو لو اجراءات الابض عليها او التحفز على الحاجات اللي كانت معاها حصل فيها اي صغرة فيبقى فيه مجال ليها. انستيسيا بتكلمنا من رشا. من روسيا. يا حد ما يعوده حوالي ستة شهور يا له. يعوده حوالي معه ستة شهور. يا تخيلتها من ما كل يوم لستة شهور. وقال لك انا براكشة امريكا كتير ومشوار برضو الطيران. يعني انا ساعد بنسبله امريكا دي سهلة. اه بس انا بحسش ان فنانيش عبين بيسافة كتير غير لو عندهم حفلة يعني ما مش مش هتسمع كل يوم انه ساعد صغير في امريكا لو عادي بعيد برضي يعني. مصطفى بيرود عليك بيقولك انا قدك عادي في السنية بجد بس هي ما عندهاش مئة سنة بصراحة اه يعني بصراحة اه يعني بصراحة اه يعني نرجع بعد الجملة دي يعني ما لها منه شالبي لو عندها ستين سنة هتبقى خطيرة ورده. اي كده كده وطك اي يعني اه. كب. حاهاهاهاها. ما انتش يا باولو خلينا نقول ان اي حد اي بنت بتبدأ تعد تلاتين لحد الاربعين هي خلاص في منطقة بتاعها. ممش اي بنت عموما في يعني في ناس معين بيبقوا. اي بنت حرفية. بص خلينا نقول ان كل بنات حلوة وكل حلاوة لها الشخص اللي يقدرها. لمفيش بنت لانها هتلاقي البنت الوحشة حلوة بالنسبة للرجل معين لعين رجل معين والبنت قوم بتعد التلاتين هي خلاص بتبقى عارفت ازاي تبقى جلوين فرح بتقول فرح عملك يقول لك بجهت سمعتي وقالي عدي يقومه يعني يا رب يكون الام دي ما سمعش فنرجع لكلامنا فاي بنت حلوة واي حلاوة وكل حلاوة فيقليها ليقدرها بس البنات الصراحة او ما بيعدوا تلاتين انت كده في الزوم بتاع الجلوينج بقى فالموضوع الصراحة بيبقى حلوة انت عندك حق يا مستفى فرح بدقولك سمعت للأسف كلنا سمعنا يعني اتمنى ما يبقاش كلنا قوي اتمنى اتمنى يكون مايك فصل بل حتى دي بشكل ما المطرشم بيأكد كرامي بيقول بس المطرشم قالها بشكل عميق شوية سكرات قال الجمال نسبي انا قلتها بشكل شعبي افتكرت قالها بشكل اسوأ منك للأسف انا مسمعتش طب كويس انت مسمعتش مصطفى بيقولك بجاد انت كنت بتقول من يومين مش عايزين نطلع اي حد معينا انت بتقول كل حاجة عادي طب يعني من ايه هيحطلي اكتر من كده طبعش عايزين نطلعوني اقول اكتر اقول بتاعنا احنا شوفنا عينا فلو كنا بندرس الموضوع خلصوا انا في تيم البرودكشن انا من تيم البرودكشن اللي بنوبرات الكاميرات واللايتس والمايكات وكلام دي احنا الجندي المجهول جندي المجهول انا حابة بحل فكرة البروجيكت اللي عاملينه هو يعني احنا تقابدنا في اللايف ده قوي اللايف ده كان بقاله كتير قوي شغال ومكانش بيجيب بس المرة دي انتوا ما شاء الله مشجقلنها احنا نكمل يعني بزبط بينا مبسوتين بالتر اكشن اللي بيحصل معيكو كل يوم اه حد يقولنا حد يجرب المجوانة عشان يقولنا ايه افتكر لو ده حصل عنه في اللايف لا ما تخافش ما فيش هنا شرطة اخلق اخلق اتمنى اتمنى اعرف لو يقطعولك حتى بقى من اللايف بتطلع في الاكسبلور بقى يعني ياخدوا الحتة دي وينزلواها على تيك توك ومنشلوا وزارة داخلية بيرود للمرجوانة في مصر لا يا جماعة التدخين مضر جدا انا ما بدخنش التدخين بس انا عمل مشتص جارة طول حياتي مع ان انا صراحة انا كل صحابي فسدة بالليفل اللي انت ممكن ما تتخيلوش هو حلو ان عندك سبت على المبدأ ما جالكش حتى فترة الفضول بتاعت تلتصل حتى للشباب هم صغيرين او فترة المراهقة يعني انا فاكر هم صغيرين صحابي اما كنا في عددية الفضول بدأ عندهم ان هم بدأوا يشربوا سجير ورق يعني يلفوا سجارة كده اه تدعاية كل الشباب داخلت عفل في الزون دي ان هو مجرد الفضول فيخدهم يلف ورق ويشربها يعني صحابي داخلوا في الزون دي دا شيء محروق اه يعني يلفوش اي حاجة لحقيق فانا كنت لعق برضي يعني لعوني وشد السجارة ببداية كل اهو شايفة بلال ببداية كل المدخنين السجارة المولعة اول مرة اسمعوا الموضوع ده يا جماعة انا كده ففاشت سر التفكير لكل الشباب ما تخيلتش سجاير عائل سجاير كلو بطر ولا ممكن عوضوا يترياء اعلى الشباب الصغيرين المراقين انه دي اول فقرة روشانة في حياتهم ستخيلة انه ورق ما فوش حاجة اهيما انت وانت صغيرة انت خايفة تشتري سجارة عشان ما يت صاحب الكشك ما يقولش لابوكي ده على كده اللي بيشتري سجارة بقى اللي بيجرب سجارة وصغير ده كده عاد ده بقى لفل تاني اساسا انا فاكنا انه ده بداية الروشانة ده كده قبلي في ورق فاضي ده كده ده بتعالج في مصاحة الادمان اللي هو قدر ان هو صغير في عداد يروح كشك يشتري سجارة ويشربها وكده خلاص عاد ده بقى بقى بيجرب الايس والشابو والشكشكة كفاية فرح بتقول لنا حد بيقول فيك شعروا من بعض شكرا لفرح وكواسي احنا الكيرلي لا احنا مش كيرلي هادز الوحيدين في المكتب لا احنا الكيرلي هادز مفيش حد بالشكل ده احنا الاتنين بس نفصل تقريبا اللي استعانا بس عندي فوليوم اكتر منك سيكا شعروا كلاي على بعض شكرا كريم بيقول ايه انا جربتها قبل كده بس بالبخور بالبخور بتحط مرجوانا على البخور ولا لا استنس يمكن قصده اللي هو بدل الورقة المحروقة بخور اه طب انت عملتها ازاي دي طب انت شديت ازاي من الخشب بس البخور عبارة عن معوض خشب فانت يعني الورقة اه انت بتلفها في مجره هوا ممكن تلينها الاصطفة اللي انت شاربها تبقى ده شيء اعجي انا كله ده مخير هاول اتخيل الموضوع بس مش جاي بالصراحة لا اوه متى احنا زوانين كنا الفطول بياخدنا الحاجات بشعة الصراحة يعني حالد بيقول كان عندي واحد صاحبي بيمشي ورا المدرس لحد ما يرمي السجارة على الارض ياخدها يشرب اخر نفسين لا دي عفانة اوي اوي على جميع الاصطفة سجارة حد وعلى الارض يدي بيسموها ايه سبارس سبارس اللي هي اخر رتاع اوه كده بي سابرس دي اسمها سابرس مصطفى بيقول نادى شعرك احلى بكتير من بجاد نفيش مقارنة عارفوا فون تطلع نعمل كمبتشن كده احنا ممكن محمد نزلوها دعتي فول كده شعر جاد شعر مين احلى اوه لو محمد نزله هتلاقيه هنا لا وبعدين تعرف لو الزبوع اللي فات عشانت قصيت شعرك كان شعرك بزبط زي شعري تقليل انا بس انا شعر بيبقى طول من ناحية دي اكتر من ابداية اوه انا بيبقى طول انا بيبقى طول من فوق كلنا سبارسنا في الصغر اوه مش كلكو انا ما سبارستش سابرسنا او هي سابرسي سابرسنا اعملوا منها فعلي كمان اوه موجودة اصلا interesting التدخين مضرب الصحة المرجانة مضرب الصحة bottom line محدش اجرب اي حاجة شرب اهو عادي احنا كده كده اصلا عندنا اللي كافينا